السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وأهلا بكل الناس اللي بتتفرج علينا وأهلا بكل الزمالجوية في الستوديو التحليلي الهام جدا لمباراة بينتظرها الملايين من البشر ليس في مصر فقط ولكن في كل حتة في العالم مباراة القمة دايما بتكون يوم مهم ويوم عيد ويبتبقى نسبة المشاهدة كبيرة جدا النهاردة ظروف هذا اللقاء مختلفة نوعا ما عن مباراة أبل كد ظروف هذا اللقاء بتأتي بعد إخفاق للمنتخب المصري ومستوى متدني لبعض اللاعبين من الفرقتين اللي بيمثلوا تقريبا 80% من القوام الأساسي لمنتخب مصر النهاردة نادي الزمالج بيخش هذا اللقاء في وجود غيابات مؤسرة جدا ورغم أن الاسكواد بتاع نادي الزمالج وسنة ونص لا وجود للاعب جديد لكن كمان غياب بعض اللاعبة زي طارق حامد زي سيف الجزيري زي حازم إمام زي المثلوسي الاتنين البكات رايت زي فتوح منتخب مصر نتكلم محمود علاء الغياب للإنذار الثالث غيابات كبيرة ومؤسرة جدا 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 ولكن هنا هيأتي دور المدير الفني مستر فريرا بخبراته الكبيرة هيقدر يحل موضوع الغيابات دا وأيضا يحل الأماكن اللي ما فيهاش لعيبة بتلعب في هذا المركز أهمها طبعا مركز البك رايت اللي بيغيب عنه المثلوسي بعد إصابته وبيغيب عنه أيضا حازم إمام بعد إصابته وبالتالي لا وجود في هذا المركز لأي لعب في نادي زمالك يعني حتى اللعب الناشئ محمد طارق هو ليس باك رايت أساسا محمد طارق دا سردباك طول عمره بيلعب في قطاع الناشئين سردباك ما بيلعبش باك رايت إلا يعني في بعض المباريات القليلة جدا فطبعا دا مش مكانه ومش وظيفته لكن هل ممكن يوظف في هذا المكان هل ممكن يكون تغيير الطريقة حل من الحلول لمستر فريرا دا اللي هنشوفه الفترة اللي جاية أما النادي الأهلي بيخش هذا اللقاء يا جماعة في ظل رحيل موسيماني بعد تقريبا سنتين من تولي تدريب النادي الأهلي وكان متفوقا في معظم لقاءات الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي المباراة النهاردة هي مباراة النادي الأهلي على أرضه في استاد السلام سامي أونسان كان من المساعد بتاعه لعب مباراة طيبة أمام إستر كامباني بغياب برضو معظم اللعيبة الدوليين أو كل اللعيبة الدوليين سواء الأجانب أو المصريين والنهاردة هيضع تشكيل مكون ما بين اللعيبة اللي لعبه ماتش إستر كامباني وما بين عودة بعض اللعبين للنادي الأهلي في ظل كمان يعني سكواد كبير جدا في ظل لعيبة متوفرة في كل الأماكن في ظل أيضا دكة موجودة تقدر تغير النتيجة في أي وقت فيمكن الحلول بالنسبة لسامي أونسان موجودة بالنسبة كبيرة جدا عكس نادي الزمالك طيب كل ده عايز توصل ليه خالد أنا مش عايز أوصل لحاجة عايز أوصل إن في مصر كل اللعيبة قريبة من بعض كل اللعيبة مستواهم مش بعيد مفيش لعيب سوبر سوبر ولعيب قليل قليل لا اللعيبة لا إلا لعيبة جيدة أو بعض اللعيبة جيدة جدا شوية وبالتالي تقدر تعود الفارق ده بالعزيمة بالإرادة بالتركيز بالرغبة بالدوافع بحبك لنفسك والناديك والجمهورك اللي عايز تبسطه بعد اللقاء النهاردة ما عندناش مشكلة في محمد عواد يعني ممكن كمان نسيت أقول إن أبو جبل الحارس الأساسي أو الأساسي المنتخب مصر مع الشناوي بيلعب بعض المطشاط مع الشناوي بيعتبر مستر فريرا معتبره هو الحارس الأول ويليه محمد عواد بيغيب أيضا فالنهاردة إنت بتلعب بمحمد عواد لا خلاف على وجوده بتلعب بالوينش وعبد الغني اللي تحامل على نفسه بتلعب بعبد الشافي الباكليفت ومازال الحل في تغيير الطريقة يعني ممكن مستر فريرا يبتدي مثلا بإعواد ويبتدي بعبد الغني والوينش وعبد الشافي ويلعب ناحية الشمال بعبد الله جمعة ويلعب ناحية اليمين بسيد نمار يعني حلم حلول بمحمد طارق الله أعلم يعني دي أفكار ممكن يلعب بحسام عبد مجيد ويلعب بمحمد عبد الغني ناحية الرايت كل ده حلول يعني أما نص الملعب فلا خلاف على محمد أشرف روقة وعلى إمام عشور قدامهم لا خلاف على أشرف بن شرقي ناحية الشمال ولا خلاف على أحمد السيد زيزو ناحية اليمين ولا مشكلة مع وجود عمر السعيد كرأس حربة الوحيد الموجود في القايمة بعد غياب سيف الجزيرة فيش العيب تاني بيلعب في المكان ده لكن بقى صانع للعام هل هيبتدي بشكبالة كمفاجأة؟ هل هيبتدي بيوسف أوباما كالعادة؟ هل هيبتدي بسيف فاروق جعفر كمفاجأة من مفاجأات لقاء القمة؟ أم يكون سيف جعفر حل من الحلول وورق ربحة في الشوت التاني؟ ده أعتقد الشكل العام للتشكيل المتوقع وليس التشكيل النهائي اللي هيعلن عنه خلال ساعة من دلوقتي بإذن الله وهنقوله لكم على قناة نادي الزمالكة النهاردة كمان بعد طول غياب بيقود القمة حكام من أسبانيا أو حكم أسباني مع طاقم تحكيم أسباني مع تقنية فار أسبانية احنا شفنا آخر 3-4 ماشات كان الحكام مصريين بطاقم التحكيم الفار ما حصلش يعني في الثلاث مباريات مشاكل كبيرة دول الحكام اللي هيقودوا هذا اللقاء وعشان نكون منصفين يعني يمكن ندادي الأهلي من فترة كده قالك أنا عايز حكام أجانب وقالك أنا مش أقبل إلا من حكام الصفوة وعشان هنكون حقاني معاكم هذا الحكام ليس من حكام الصفوة هذا الحكام لم يحكم أي مباراة دولية رسمية في تاريخه هذا الحكام رغم بلوغه 39 سنة لسه دولي من سنتين بس يعني ومحكمش غير مطشين وديين دوليين منهم مطش للمنتخب السعودي وحكم في طبعا برشلونة وريال سوسيدات في السوبر الأسباني وأعتقد كمان وريال مدريد وبرشلونة أعتقد كمان المطشات دي كانت في السعودية أنا فاكر أن السوبر الأسباني أقيم من أربع فرق في الرياض في السعودية أعتقد يعني وبالتالي نتمنى التوفيق للحكم مع وجود تقنية الفار وعشان أكون منصف وحقاني معاكم الناس بتقنية تصنف الحكام المصريين والحكم ده غير مصنف يعني ولا زملكاوي ولا أهلاوي لكن مستوى الفني ولا هيتأثر بتعليقات اللاعبين من المفترض أن يدي كل فريق حقه ولا هيخاف من المحللين التحكمين بعد اللقاء ويقلق منهم ولا هيخش كابتن عسام عبد الفتاح عشان يبرر لهذا الحكم إذا أخطأ في المباراة وزي ما قلت لكم تقنية الفار كمان بتصنف عندنا في مصر الفار ما بعتلوش ليه الفار ما جابوش ليه الفار متواطئ كلام الكتير اللي طلع الفترة الأخيرة روح البروتوكول معرفش الاحتواء الكلام اللي ما لوش أي لازمة ده أعتقد مع وجود طاقم تحكيم أسباني كل ده هيتلقي النهاردة نتمنى التوفيق ليهم ونتمنى أن هم يعني يحققوا العدالة دي الفرقتين والأفضل يفوز في هذا اللقاء بإذن الله وأكيد نتمنى أن نادي زمالك يكون هو الفائز في هذا اللقاء